ما عنديشي افكر من احساسه بالواقع و يعني بقول النملة بيقرصطها يعني النملة بيقرصطها بلاني باقيننا كلنا نتعامل بالمبدأ النملة بيقرصطها قلت ليه تقول نملة وما يكون عندك قرصطها سوي قرصة القدر قدر 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 أنا بسوي قدر 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 بيصد بشديد جدا مع نفسي ومع الناس الحمد كل ما في نفس الوعصة يعني كل ما في نفس التمكنة لكل زرم عمل عليهم قدر 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 الحيات بتنضج يعني وما خفل مستفيد جدا بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهد أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات التوثيق والمحبة والخير والجمال دائما ما نلتقي عبر الذكريات لمن رحلوا ونخط من خلال هذه الذكريات معاني كثيرة جدا لمن كانوا وما زالوا لهم أثرا باقيا في حياتنا هذه المساحة وسمناها بصوت الثورة وعندما أعلن عبر أغنية باكية أن السمحة قال مرحلة لم نكن ندري أن السمحة هي الوطن إلى أن تأكد لنا من خلال مجمل مشروعه الفني أن كل السمحات اللائي يغني بهن ولهن وعليهن أنهن الوطن فإذ بنا أمام ثائر بدرجة فنان أو فنان يحترف الثورة ويكفي أن نقول مصطفى سيد أحمد لنختصر القول فيا وطن لك حق أن تفخر بمصطفى سيد أحمد وحري بك أن تفخر به وهو الذي وقف على بابك وهرد لهاته بالغنوات يطارد عنك سحابات الهموم وينادي المطر عز الحريق ويرتب جمة حشى المكبون في ضلنا ويدي إحساس بالأمل ينبت على كتف عم عبد الرحيم ويحمي عرض والضاحة ويقول بالصوت الجهير وسط زحمة الممشى العريض أنا إنسانك ويتاتي أطفال فاطنة بالأفراح لابد من ترجع إنه المدرس والأستاذ مصطفى سيد أحمد صوت الثورة الذي ظل يعلمنا 200 نبقى المطر ونفهم 200 نصبح حريق فالأغنية عند مصطفى حصة ووطن أهلا بكم إلى هذه المساحة التوثيقية والتي من خلالها نبث هذا التاريخ الكبير جدا عبر أساتذة أجلاء كانوا حضورا لهذا التاريخ ووثقوا لحظات باقية ومهمة جدا في هذا التاريخ وأود أن أطرح فكرة في هذا النقاش وهذه السهرة التوثيقية بأن نفتح حوارا جديدا في تاريخ مصطفى سيد أحمد ونقدم للجيل الجديد ما لم يعرفه هذا الجيل عن مصطفى سيد أحمد أسعد جدا بالترحيب بضيوفي داخل الستوديو ورحب بالأستاذ الشاعر مدني النخلي أهلا ومرحب بك ونحن في هذه الأيام عياد الاستقلال والأيام المجيدة بالتأكيد عياد الاستقلال المجيد وتمضي الذكريات وتأتي بالتأكيد بكثير من الحب والخير والذكرة الجميلة والحزينة أيضا مرحب بك مرحب بكم ومرحب بكل مشاهدي والتحية لشعب العظيم والأرواح الشهداء والقبول لهم والتمنيات الجرحة بالشفاء والعودة المفقودين والتمنيات للوطن بالانتصار الكبير جدا لتأسيس دولته والمدنية وشكرا لهذه الإطلالة على الذكرى الراحل المقيمة الفناء العظيم والصفى سيد أحمد شكرا ورحب برضو في المساحة دي بالموسيقار الكبير الأستاذ يوسف الموصلي مرحب بك ونحن نلتقي على ذكرى مصطفى سيد أحمد 17 يناير عديد من الأحداث وعديد من الذكريات تمضي وتمر عليك مرحب بك وأهلا بك مرحب في هذه الذكرى العظيمة أنا طبعا حزين وسعيد حزين أنه أنا أترى الذكريات فيما يختص بصديق العمر ورفيق النظار والكفاح فناء العظيم مصطفى سيد أحمد وسعيد بأنه أنا بتكلم عنه وبسترجع كل الحاجات وبشوفه قدامي في هذه الأيام التي نعيش فيها ثورة عظيمة أهلا بك ورحب من خلال المساحة التي نوثق فيها لمصطفى سيد أحمد من خلال تاريخه الكبير وتمر الذكرى الحية لمصطفى سيد أحمد 17 يناير رحب بالشاعر الكبير الأستاذ أسهري محمد علي مرحب بك ويسعد مساءك مرحب بك وكل 17 يناير الشعب السوداني دائما بخير شكرا لكم واليبانات السودانية 24 في إحياة ذكرى 26 لرحيل مصطفى سيد أحمد وهي يبتجي في أيام الثورة السودانية بكامل تطورات التخلغة العظيم لإنجاز مشروع مصطفى كواحد من المغنيين واحد من المستنهرين اللي عمل عبر الأغنية لبس الوعي الجمعي عند الناس للقيام الثورة لتحقيق أهداف العظيمة بنترحم على روحه بنشكركم على إحياة ذكرهه وبنحيي الشعب السوداني العظيمة هو يخطو خطواته العظيمة نحو أهداف الثورة العظيمة شكرا لكم سيد أسهري ورحب بالفنان عمر خليل مرحب بك ويسعد مساءك وفي هذه الذكرى الحية لمصطفى سيد أحمد وسهل خير كل سنة وسودان بخير ونحيي الشعب السوداني في ذكرى السادسة وعشرين لرحيل الأستاذ مصطفى سيد أحمد ولعلها تكون واحدة من المحفزات اللي بتودي الناس نحو آفاق الثورة وآفاق التجديد وكل سنة ومتوا طيبين ومتوا طيب مرحب بك وعنا قبيل قلت أنه عاوزين نبدأ حوار جديد ونقاش جديد حول تاريخ عظيم لفنان كبير مثل الرحلة المقيم مصطفى سيد أحمد لكن دار أمشي معاكم كده شوية لما نقول 17 يناير وتمر الذكرى دي بالتأكيد الذكرى عن كل ذول بتمشي لمناطق مختلفة أستاذ مدني يعني لما تقول لك 17 يناير ذكرى الرحيل مصطفى سيد أحمد عندك مشهد معين بتذكره عندك شيء معين بيمرعى لك من خلال الذاكرة والله خلح حالة الفاجعة الكبيرة اللي يعني أصبت بها والصدمة لما اتصل معي صديق اسمه بهادين بكري في الدوحة وكان في وقت كان مفروض أن أكون لقيت مصطفى قبل أبساعة فلظرف ما أنا أجلت اللقاء ده على أساس أنه أجيه تاني يوم يعني هو ساكن في منطقة بالمحمود وأنا ساكن في منطقة اسمه السيلية فمرن نجلس الهاتف إذا الساعة التسعة وأنا داخل عالي بيتية رفعته فبهادين ده قال لي أخ مصطفى توفى فيعني يعني هي كانت صدمة حتى الآن أنا ما قادر أتجاوز يعني صدى الخبر اللي كان يعني أنا طلعت من مكان سكني لحد ما وصلت مستشفى حمد العام أنا ما عارف ما شد بيته شارع ولا جد بيته يعني كان في مفاجأة يعني يمكن هو تمسكه بالحياة وبالأمل وبالمستقبل يعني فاجأة أنه بيرحيل يعني وكانت نتيجة لتوقف في القلب أو صدمة يعني العصبية أدت لتوقف في القلب فكانت فعلا فجأة يعني وكان منتظم في علاجاته ومنتظم في الغسيلة اليوم بعد يوم والخبر كان في يعني دي اللحظة اللي أنا ما قدرتها يتجاوز يعني لحد الآن كل ما عود بذاكرتيني الوقت ذات يعني خير إنه مفاحجات كثيرة ما كان مفهوض للناس يعملوها وفي كلام كثير عن أوضاع كثيرة وأحلام برجعة بالنسبة له وحتى يعني فهم بتاعه في الغنة ذاته دخل يعني يمكن غنى للرجعة دي ذاته وما كان في البال أبدا إلا إرادة الله جات أقوى من كل ذا طيب أستاذ موصلي يعني 26 ذكرى للراحل المقيم مصطفى صيد أحمد كل ما تمر ذكرى معينة ربما مشهد أو مسمع لمقطع معين أو حتى تخيل لشيء معين ممكن يمر عليك لأنه يعني بيقول لك الفرق صعب بالنسبة للأصدقاء والأحباء وخاصة إذا كان مؤثر جدا يعني من المشاهد بالنسبة لي مع مصطفة كثيرة جدا لكن واحد أنا ما حنسوا أبدا أنه ونحن في عمارة النصر ميدان الجيزة الدورة التاسع مشغالين في أعمال وطنية لتحفيز الشعب السوداني تحضيرا لما يسمى بحركة أنا السودان العسكرية اللي كان مفروض تنطلق من أقاليم السودان وتحاصر العاصمة إلى هزيمة النظام الإنقاذي وكذا الكلام ذا بنجهزه في بيتنا وأنا قاعد في الكمبيوتر وجنبيهم والصفة والمجموعة تسعين الكلام ذا تسعين سنة تسعين تقريبا كانت تنين وتسعين فجأة جد زلزال بتاع القاهرة الفضيعة ذا كان من 7.9 أظنه أول حاجة نحن كلنا طبعا نتهجمنا مع زلزال لكن الوحيد هنا كان يعني الانفعال بتاعه مختلف كان الراحل مصطفى لأنه الشقة كانت على الشقة فكانت والدة والله يرحمها موجودة هناك فجاري جاري عشان نحاول ينخذه لكن طبعا الزلزال بيأخذ وهلة صغيرة جدا وبيجيبك وبعد ذاك بتجيه توابعه كده فكان المشهد ده يعني مشهد أنا بتفكر إنه بيعبر عن مدى حب مصطفى لوالدته اللي هو من حب الوطن صحيح أستاذ أزهري يعني في ذات برضو المشاهد والذكريات وربنا أديكم الصحة والعافية ونشوفكم في كل ذكرة ونوثق لكل لحظة حلوة ومر لأنه التوثيق مهم جدا للأجيال بالتأكيد لكن لو حبيت إنه أسألك برضو بطريقة مختلفة فيما يخص المشاهد التاريخية الراسخة شنون ما تنساه من لحظات مصطفى سيد أحمد وانت يعني التقت به في زمن باكر يعني وقبيل بتونس معاك قلت لي إنه عن طريقة الصدفة لكن شنون ما تنساه نهائي مشهد لا ينسى في مخيلتك عن مصطفى سيد أحمد في أي لحظة مرت في العلاقة مع مصطفى عندها غيمة عندها دلالة وعندها معاني كبيرة جدا مصطفى كان مفيد كل حاجة عنده بتطلع منها بمعرفة وبمعلومة وبثقافة وحياتنا عموما كانت سريع جدا بوجوده وكان هو محفز ثقافي عالي الغيمة يعني اللحظات الما بتتنسي 17 يناير هو يوم ما بتتنسي لكن ما أذكر في 17 يناير تحديدا لما نوصل جثمان مصطفى سيد أحمد مطار الخرطوم ومطار الخرطوم والحالة بتاعة الالتفافة العظيمة كانت من الشعب السوداني والمشوار من المطار لكلية المسيغة والدرامة ونسمى اللي هو السلفاب في موارات الجثمان أنا قلت في مغابر السلفاب ما دفناك ولكن بزرناك حتى تنجب الأرض التي أنجبت مصطفى ألف ألف مصطفى ما نشوف الآن في شباب الصورة والشعب السوداني أنا كل مرة قاعد أشوف مصطفى جديد وشوف مشروع مصطفى بينتد وبيسمر بطريقة عالية وبيتحول الحزن على رحيله اللي يفعل إيجابي واللي يفعل مفرح تماما من خلال ما بساه هو من معرفة ومن ثقافة ومن استنارة في هذا الجيل ومن استنهاض لهممه وتمليكه لأدواته لصناعة التغيير الحقيقي فبتتحول الحالات الحزينة لحالات مفرحة وتخلق مدعا للتأمل وللفخر بما قدم من خلال مشروع الصغافة هذا كان يمكن واضح حتى من الهتافات واللافتات كثير جدا بيشوف من خلال المواكب العظيمة لهذه الثورة العظيمة بيشوف كثير جدا من الكلمات المفتاحية ذات المعاني بتعبر دائما عن الحقوق والخير والجمال كانت ترتبط بمصطفى سيد أحمد بشكل كبير جدا وبعديد من الشعراء الوطنيين من خلاله توثيق ده برضو ما ننسى أنه يترحم عليهم شعر الكبير حميد وشعر القدال عليهم الرحمة برضو يربطهم ريباط وثيق جدا بالمشروع الغنائي الكبير الوطني الخير لهذا البلد المعطابي ما ننسى أنه برضو نرحب مرة تانية بأستاذ عمر خليل ولم نقول لغني لمصطفى سيد أحمد أو نوثق له وتقدم من خلال أعمالك أشياء كثيرة جدا تخص مصطفى بإضافة لأشياءك الخاصة تمشي وين وتجيس كيف وتخدت النغم كيف وشنو تكون إحساسك طيب بسم الله طبعا التجربة بتاع تنصفى يعني تجربة أسرة جدا وتجربة يعني الفكات منها فيه من الصعوبة بمكان يعني وإنت إذا ما قمت يعني هت بشكل كبير جدا ما بتطلع من التجربة دي بالساهل يعني وقدر ما انت تحبها قدر ما انت بيكون أسير لها أنا شخصيا كان يعني بالنسبة لي يعني هي محاصرة باتجاهات كثيرة بجمالها دي يعني ويعني عملت حاجات حقتي لكن برضو في نفس الوقت حب الناس لتجربة مصطفى بصير يجيبني في نفس التراك يعني فأنا ما بزعل من ده لأنه مصطفى ما هيني يعني عشان يا سلام يعني فأنا مصطفى كله بالنسبة لي لأنه أنا يعني حضرته يعني كنت سعيد بأنه أنا حضرته يعني زمن طويل يعني يعني حضرته لي حفلات كثيرة جدا وكنت يعني من الناس اللي بيقيفوا معه بعد الحفلة ونسأل والغنية الفنانية ليه أنت ما لحد الآن ما عملتها بالوركسترة كده يعني حتى بعد سافر بنضرب ليه تلفون بره في الدوحة وهكذا يعني فالتجربة هي بالنسبة لي يعني جمالياتها فإنها هي تجربة مش على مستوى الصوت ولا مش على مستوى الشعر أو كده لكن هي على مستوى النهج والمنهج يعني هي بتأسس لنهج مسؤول من الفنون يعني هي هو منهج مسؤول ومنهج رسالي ومنهج يعني إذا إنت اتبعته بشكله الرسالي بتكون إنت أنجزته فأفتكر أنه معظم الناس يعني أو الفنانين مطالبين بأنه يحزوا حزوا مصطفى في نهج للفن أكثر من أنه يعني تفاصيل الموسيقية أو كده أنا يعني التجربة مصطفى بالنسبة لي تجربة محببة جدا ويعني دائري برضو أخش في نفس المودة اللي كانت تكلم عنه أسازتنا الكبار في يعني يعني هو كإنسان كان يعني سابق فكرته كفنان يعني يعني في فيه أحداث كثيرة يعني يعني إحنا في حاجات إحنا شفنا بعينه في حاجات حكوة للناس نقلنا للذي لا لكن في اتفاق بينهم وقعناه كده وطراح الأستاذ الزهري بأنه توثيقا لروح شعراءنا الكبار حميد والقدال بأنه نغني لهم في هذه المساحة توثيقية نسمع منك مساحة أولى ومن ثم نعود ولسه الزمن بدري نسمع شنو ممكن نسمع سمح و سمرية سمح و سمرية سمح و سمرية سمح و سمرية محبوب ديولة فتاتة غزانة سمح و سمرية محبوب ديولة فتاتة غزانة خضر و مسقية جنب النيل مشتولن نالا خضر و مسقية جنب النيل مشتولن نالا دهواك يا ابنية كتبت قصيد دهواك يا ابنية كتبت قصيد و بقول مقالة بتفتح فيه محبوب ديولة فتاتة محبوب ديولة فتاتة كحالة زهرة و برية بشوق الأرض عيونك كحالة تريانا نديية بعرق الناس والناس في بال زهرة و برية بشوق الأرض عيونك كحالة تريانا نديية بعرق الناس والناس في بال يا خوف علي عقل أسبان يا خوف علي عقل أسبان يا خوف علي عقل أسبان كعك ما هل والوال ك من فرح البي كضعت الخوف وكستني بسالك قتليها النية متين متلم متين متلم والحال والطال من فرح البيا جلعت الخوف وكستني قتليها النية متين متلم والحال والطال قالت لي غني يو انت معاي قالت لي غني يو انت معاي قالت لي غني يو انت معاي مستورة حالة بالسوداني يوم حبوديو لفتاة غزانة يا سلام يا سلام بصدا زهري مشاهد بعيد والله بعيد وقريب مع جدالل اصلا هو ما بعيد يعني وانا سعيد انه في سبعتاشر يناير الصحبة الرحيمة مع الساعة الدكتور الموصلي والصديق العزيز مدني النخلي وعمر ومع سودانية 24 بنحي كل الايام اللطيفة مع كل الناس الساهم في المشروع العظيم ده وقدال كان صاحب مساهمة عظيمة جدا في المشروع مصطفى من خلال شعره من خلال مؤازرته لمصطفى من خلال ايمانه في المشروع نفسه ودفع ليه من خلال مشروعه هو ايضا السغافي في مستوى القول ومستوى الفعل ومستوى الحال ده بقودنا لسؤال مهم انه لما نتكلم عن مشروع كبير الفنان كبير زي مصطفى صيد احمد كتبت تتلمس وتتعرف على انه البدايات انه كيف الاحساس بالمغنى والاحساس باللحن وحتى الكلم والشعر انتقل من واتسلفاب للعاصمة انه كيف المشروع ده تحول لشي محسوس ومعروف جدام الناس برأيك انه المشروع ده كيف تمت صنعته هو اولا المشروع ده مشروع حي وبالتالي عنده صلات عديدة عنده صلات رحم مع كثير جدا من المشروعات واتفتحت انهر لطرف تجربة مصطفى من مجموعة من الشعراء مجموعة من الموسيقيين مجموعة من الملحنين مجموعة من الاصدقات جمهور الواعي جدا كل زول كان من زاويته عنده مشهده الخاص به وعنده مساهمته الخاصة في مشروع مصطفى مصطفى بسعته الكبيرة كان قادر يستوعب كل الناس ده في مشروعه وبالتالي تخلقت علاقات حية بين الناس وانتجت المشروع ده من خلال تجارب شعرية مدعددة ومدارس شعرية مدعددة وخلق حالة من الوحدة كنهر عظيم ماشي بكل روافده الى مصاباته العظيمة ما كان غريب انه تلقى مدني بمساهمته بيجيها حميد بمساهمته بيجيها وقداله كل زول عنده صوته لكن كلنا كنا في صوت مصطفى الواحد والملتحم مع قضايا الناس ومع حركة الحياة بصورة عامة وخلوط هذا المشروع وتفتحه على مدارس شعرية ومدارس غنائية اخرى وهو يؤكد انه هو فعلا مشروع حي ومنتمي لحركة الحياة في الاستخدام يا سلام طيب استاذ موصلة الدكتور يعني في اطار المشروع الغنائي الكبير ده يعني اننا بنوثق ولما نبحث حتى في الارشفة تلقى كمية وعدد كبير جدا من الاعمال في غزارة فنية عالية جدا نعم في لحن يلمس البسطاء وحتى المثقفين الجميع المشروع ده لو جينا برضو نتكلم عن فكرة اللحن في هذا المشروع والصوت وتكوين المشروع من اساسه يعني برضو بديك احاق وبيديك اشارات وحاجات انه يا اخي والله انت تتكلم عن هرم كبير جدا من الغناء نعم كويس انك ذكرت الصوت الا انه اتذكر في ندوة في القاهرة وكان مفروض نتكلم عن تجارب الموسيقيين الموجودين في القاهرة وبيدينا انا اقترحت انه نبدأ بمصطفى مم فكان الكلام في الندوة كله عن الشعر وطبعا مصطفى اعتقد انه التفوق علي معظم او كل الفنانين السودانين في اختيار دقيق جدا للنصص الشعرية صحيح واقعي من قسامي وابده ايه لكن قد يكون على الجانب اللحني ما في ذلك يقدر يقول انه تفوق علي كثير من النسيغين لكن في جانب اخر انت تكلمت عنه اللي هو جانب الصوت انا بفتكر انه ده صوت تينور مر ده تينور اول ايوه هو ده شمسون الجبار عاربتش شنو يعني انا بيفتكر انه شعر عاربين قصة شمسون طبعا ايوه ايوه انا بيفتكر شعر ابداع مصطفى في هذا الصوت المهول كويس واللي شهدوا ليه بيهو المهندسين النصريين انا ما اشتغلت مع فنانين كتيرين واشرفت عليهم وكذا كان اعجاب بصوت مصطفى يفوق حد الوصف بيقولوا ليه باللهجة المصرية الرجل ده غني او كذا يعني باللغة دي فهو فعلا عنده مساحة صوتية كبيرة جدا بتحرك فيها من القرار للجواب للجواب من الوافل العالي والتحرك ده ما تحرك ساكت مشهوب بحالة اداعية وقدرة على التعبير غير عادية يا سلام فبالتالي انا بفتكر انه برغم انه الصورة كلها طبعا جميلة النصوصة الشعرية الرائعة جدا جدا والالحانة المتماسكة فيها قوالب موسيقية يعني متعارب عليها الف وبا وجيم وكذا لكن انا بفتكر انه اللوحة او او الاطار الحمل كل هذه العوامل في داخله هو صوت مصطفى يا سلام طيب الصوت ده ساز مدني يعني المفتش في سيرة مصطفى صيد احمد خاصة المنشورة على الوسائط بيلقى امكان الرواية شبيهة ببعض يعني ما في خلاف كبير جدا في الرواية يعني من الميلاد 53 لحد بداياته في السبعينات بحد ما تجي انه انتقل للعاصمة وحتى تاريخ الوفا ووالمرض وكذا بتلقى انه في ترتيب في الحياة ترتيب رباني بالمقام الاول لكن في المشروع الفني ذات نفسه فيه ترتيب شعري فيه ترتيب لحني فيه مشروع يرسم ويظل الدليل على كده انه عايش لليوم في كتير جدا من اللوحات في كتير جدا من الاحياء في الحارات محل ما تمشي في السودان حتى الكاركتر الشكل اصبح يعني هو موضع قديمة متكلمت عن شامسون صد دكتور موصلي لكن حتى الجيل اليوم ما زال برضو على ذات النحج انا دار اسأله في الحتة دي انه شنول كان بيميز مصطفى في بداياته وقاد هذا المشروع لانه يكون مشروع حقيقي اه اه تقدم ويفخروا بالسودانيين في كل مكان طيب نحن اهلنا عندهم دايما يعني مقولات للباعة للنجاح الظل وقلت الظل ده بنجد شغلته شغلته نقول لك برضو الناجحة من عشها زوزايا مصطفى ده اول حاجة هو الناجحة المنعشها زوزايا يا سلام وتاني بنجد صغلته نحن ناسي كنا في العيد الماضي في وسلفاب ومشينا مع عمر علي محمد زين دي كان الشهدر مصطفى المقعد بتاعتها بيزف صفارة صحيح الزمن دات يعني تقريبا في الصفار دي كانت واحدة من من ادوات الموسيقى المهمة جدا اللي زور بيبدو بيع الناس يعني انت ما حتبدأ بالعود طوالي نقول سيد الموصل يعني لكن ممكن تبدأ بالصفارة كانت متاحة وكانت فيها امكانية بتاعت خيال وبتاعت فهم وكان في يعني اغنيات بالصفارة بتتحفظ وتدعم الزات الوسيمة الوسيمة القلب رادو وزاته غناه زاته الوسيم دي طبعا وابدع فيها كثير جدا مشينا تاني على ترعى كده برضو قريبة من الحلة عنده جلسات بداع مسائيات فيها يعني تأملات بعيدة جدا جدا يعني ذول بيسألوا ما في الممشق وتتراج الليالة المغمرة يعني زي عملوا لنا سياحة كده الناس اللي هم كانوا قريبين وطبعا صديقه الله رحمه ابراهيم برضو توفى اللي هو كتب فيه صديق الأول وحجوب سلفاب وسير سلفاب الناس دي كلهم اللي كانوا عاصره مصطفى في شبابه بداعياته الأولى يعني قبل السانوي فكان متفرد حايته بعمله بنجيبة في بيته هناك وطبعا نذكر الكلام ده عنده غرفة اسمها بيت العقبوت نمح الاطلاع وقراءته كمية الاطلاع والقراءة العاملة مصطفى يمكن أنا أشك أنه فيه بفنان سوداني أحترامي لكل الفنانين السودانين أنه وصل للحطة بتاعت الاطلاع العميقة يعني منها هي نفسه لأنه يقدم حاجة مختلفة مصطفى من بداياته الأولى هذه الصح وغنى الغنى المسموع وغنى حاجات كثيرة جدا أنا ما دار أقول اللحن مختلف لأنه دكتور موسى قبل شي يعني ما أبحر في قصة اللحن هو أنا أتخيل النجاح الكبير في الصوت واختيار النص اللحن جاء متتابع وفعلا كان فيه قوة شديدة جدا وكان معبر يعني مصطفى في اللحن بتاعه أنا ما دار أتوقع على فهم دكتور موسى بيختار بيختار الصورة الصوتية في اللحن يعني يعبر بالمزيقة في أغنياته لو جينا في الحتة دي يعني نعمل كده جدليا يعني ما دار رقص الناس أو طرهم بس الكلام ده كان لو جينا نقيسناه برضو ما قبل الدراسة في المعهد وما بعد ذلك ناخد جوزه منا ونمشي لو سازموصل ونجيك برضو سفا ساري ونجيك عمر ما قبل الدراسة ما بعد الدراسة يعني أنا هو هي مجاوزة العامين يمكن لكن هو كان فعلا عنده الاستعداد الفطري وما ما حاز على الشهادة المحة طبعا إضافاته يعرفها دكتور يوسف إنها هي بتدي علوم موسيقية وبتدي مفاهيم للصوت لكن مصطفى كان بفطرته فنان يعني الأداة صوتي دائما أنا أشك نكون اتسبوا من مهارات علمية طيب أنا جيك تاني برضو يعني إنت قبل ذكرتلي نقطة مهمة يعني إنه قلت لك بنجيط حيات شفت حتات معينة ومشاهد حتى معان هناك في الدوحة كان الأشرط عند مكان في حاجة اسم فكر لحنية بتتعامل تتخطف الشريط عارف الشريط رغم كده بتاعة لحن شفت كيف يعني بيوسق التواريخ بتاعة بداية الأغنية مهم جدا كان حتى في أعمال هو لسه ما قدر الحق عشان يقدم هو كان فنان تشكيلي من الحياة المعروف هو بيرسوم تذكر الخط شكل الخط بيرسوم بخط وعنده يعني مغادرات فنية غير الغناء والتلحين يعني التشكيل التشكيل صح طيب سنوصل يعني إضافة المعهد الفنية لكن في برضو حتة مهمة جدا دايما الناس بتمشي للبندر للعاصمة الخرطوم بتنهى العلوم وتعرف أكتر لكن ده بيتكلم برضو عن إنه في الحتة بتاعة البزر الأساسية والحقيقية المحتاجة تطوير وتعليم شنو تبردو تأثيرات المعهد وكيف هو جل المعهد يعني جل الخرطوم كويس قبل ما جيك للمحل داري جيك للحتة اللي قال مدني بتاعته إنه ما داريعمل غنى يرقص المعهد أنا بختلف معه فيه أنا بفتكر إنه البت الحديقة وكوني النجمة دي أغنيات مايكل جاكسونية يعني لو في لو في مخرج كويس جدا وبتاع مصمم رقصات ممكن من الأغاني ديعمل حاجة تدهش العالم العالم طبعا ما زي أنا بعتمد على الحاجة والغنو والنص والبتاع بيكون الصورة كلها متكاملة أنا بفتكر في دي وأعمال تانية كويس أنا بفتكر إنه ديال ممكن كان يعني يدعمله بطريقة عالمية جدا ويمرقوا للعالم يعني وراكصة فالقع مصطفى مشحون بكل أنماط الأنماط اللحلية يلا أنا داري جيك للمحل أدى شنو لمصطفى أداه التعبير في الغنى يعني من الفنانين القلائل في الموسيقى السودانية اللي هو يتلقى ويعلي صوته لأعلى درجة وبعدا يخفض تدريجيا نحن بنسميه في المصطلحات الموسيقية عندنا يعني الصوت يمشي كده ويمشي كده عالي وبعدا يرجع كده بيسموها الديناميكس اللي هو التفاوت في القوة ما بين حدة الصوت وغلزته والأذى صحيح السودان الزهري قالت كانوا نفاتت عليك قالت زي ما تكون محلك في السحاب فجأة فجأة تهبط في السكون من يرم الحي شعر الجميل حاجة صديق يا سلام لا حاجة فيك صحيح صحيح يا سودان الزهري المشروع ده كيف جرى للعاصمة وكيف عم كل ربوع السودان كيف ذكرت نقطة انه انت قلت لما مشايت لل حين الوفاء وفي المقابر وكده انت ذكرت انه قلت انه بدرناك يعني ادخرناك للأجيال عشان ما تنتج من جديد وتبب بزرة صالحة لكن كيف المشروع ده عم أنا في تقديري دائما النظيمة الأساسية لأي عمل فني هو انه نابع من الناس نفسهم مصطفى تجربته كان ماخيدة من الناس النصوص اللي اتكتبت اتكتبت في الحياة اليومية في حركة الغبار اليوم فيهم والناس اليومية وبالتالي هو اداها أجنحة ورجعها للناس وبالتالي كانت حالة الغبول لها حالة خاصة جدا بانه دفعك يخص الناس ودي الحالة الصديقة الأساسية اللي تميز بها مصطفى واللي بتصنع الفنان في الأساس انك انت إذا منتمي للناس تلتغط كلامهم وبتدخل فيه وبعد ذاك رؤاك وصورك الجمالية لما يستعدوا الناس بيستعدوا باحتواروا حاجة تخصهم زي لك انك في وسط الحاجات والكراكيبة اللي عندك في البيت بتفتش عن حياة لما انت لقاها بتحس بي ان الحاجة دي بتخصك انت حاجة رحيمة حميمة جدا مع نفسك مشروع مصطفى كان نابع من الناس وبالتالي لما الرجع للناس الناس قبلوه وعنده قدرة بتاعت تماهي وقدرة بتاعت تطور عجيبة يعني الايال الليلة بتلتغط اغنيات مصطفى وبتحولها لهازيج بتحولها لاغنيات في الشارع هما يمكن يكون كلهم يتولدوا بعد 96 العام الرحل في مصطفى ومن هنا بتجي الغيمة بتاعت العمل الفني يعني الليلة عشرات الاغنيات والمئات الاغنيات قدموها بعض الفنانين ولكنها مشت في حركة الاستهلاك اليومي صحيح زي ما بتمشي كل الحاجات الاصلصنعة تستهلك يعني لكن بيظل الحاجة لعندها غيمة الشعب السوداني ليه الليلة بيغني في كان بدري عليك لعمر احمد اللي هي ممكن كانت كلها وغنيتين تقدمت قبل اكتر من 60 سنة صحيح فالخلود والعظمة والبقادة بيجي من صدقة التجربة نفسها وارتباطها بحركة الناس بحياتهم اليومية مصطفى كان مشغول بيده وكان عارف تماما انا بتذكر في واحد من جلسات ما معاه في الحصيصة جلزه طلبوني الفنان انا مدير اقول اسمه في وقتها كان مالي ساحة فمصطفى زعيد جدا قال لي اخنا انا ما بغني يليك هنا اللي يزول هو ظاهر الان وانا عايز اقول لي الكلام بيجي يوم من الايام مصطفى سيد احمد اللي انت شايفه بيجي العزاو ما في زول منتبه ليه يملى السودان ده كله ضجيج والناس حتغنوا غنوا ورهانه على تجربته كان فيه ايمان لانه عارف دواته تماما وممتلك تماما حتى في الشعر يعني مصطفى كان صابق الناس المشروع الشعر لما نجي تكلم عن انه مصطفى غنى غنيات شعر كان مغاير للمطروح في الساحة هو ذاته انتك شعر كان مغاير للمطروح في وقته صح يعني حتى شبنا شبنا تجارب لظفر النواب واخذ حاجات كثيرة صحيح صحيح صابت جفاف لغيمة لزفة هرع صحيح وستنبرل بيفرح صفيره غشانه ودقاط الرجع شدرنا من لفح السموم وصنه الرقص غصونه واصبح ممسلح بالسجم ويبس اطلح اصبح هيك الاصفقات لا برم ده نص متجاوز كتبه مصطفى وهو طالب في برسولان السانوية وبالتالي حركته انت انفتاحه وتجربته في عدد من النماط الفنية على مستوى التشكيل أو على مستوى المسرح أو على مستوى الشعر خل مصطفى عنده حالة توعي بالحادث في الساحة كان عالي جدا وبذكاء عالي واستطاعن مشروعه لمناطق بعيده وخلقت له الحالة بتاعت الديموم ان احنا شايف صحيح تتجاوز ده رضي فيه حتى بنسبة لأستاذ سهري انه في طبعا في حياة الناس قاعدين مصطفى قفر اليوم وهو طبعا هي اساسا ما كانت مشكلة انه المشروع ده ذات في البدايات الاولى كان محتاج لاستيعاب نفس الناس ذاته من الغنى من اجلهم مصطفى هم اللي استوعبوا الفكرة ده وايدوا يعني مضامين الغنى الجديد ده يعني فيه فترة ما اعرف وسهري اتفق معي فترة كانت لجان النصوص عندها رأي في انه ما هي سوابت بتاع الغنى معروف يعني كان بتكتل تلاتة مقاطع تلاتة مقاطع بتاع والمصولات لليان النصوص هم بيفترضوا فيه انه فيه فورما معينة زي ما توفرت فمصطفى عاني من الحتة ديك كتير جدا جدا عشان كده اطلق مشروعه للهواء الطلق بقى يغني لأي يزول والناس اللي بيجو وقصدوه ويجيبو اشرطهم وهو عنده عنده مسجل وبسجل يعني ساعد الفكرة في انها تصل للناس بسرعة في حين انه الجهات الرسمية اللي كانت هي كانت بتمنع بتمنع مش بتمنع بترفض انه يعني هنا جميل جدا زيها ضلنا مثلا وغاسمه بزيد برضو ضليت نعم تحية اصلا هاي بعد الشمس بعد الشمس سافر رفضت ايه رفضت لغالي رفضت وانا زاتي عندي نص فيها اسمه في عينك عشان باكر رفضت تماما ودق فيها الختي موجود عندنا الأوراق مصطفى يعني لو كان فنان آخر كان رمعه شاف غيرها الصرع لتوصيل وبقى تغاني الان شو المتناول يدى الناس فانا بقول انه ما جاء زي ما بقول بيقول لك ما جاء نعشقك من فراق وما جاء كمان لغون ده من فراق هو قدم روحه هدير انه يوصل مشروع ده خلينا نتذكر برضو جزء من الألحان وجزء من الكلمات العظيمة والراسخة في مسيرة الفنان الراحل المقيم مصطفى صيد أحمد أستاذ عمر جيك تاني وشنو تمشي بين وين النسبح شنو نعندك ممكن نسمع لل للراحل الحميد الله يالرحمة بين الموج والخزان ممكن تقول كلماتها في الأول بعد دك سني على النضال يدي سويك بالهتاب فمي شوارعك لي دويها علي إذا ما آخر العلاج الكي مراويدي بحمر يملي فضل سني على النضال يدي سني على النضال يدي سني على النضال يدي سويك بالهتاب فمي شوارعك لي دويها علي إذا ما آخر العلاج الكي مراويدي بحمر يملي إذا ما آخر العلاج الكي مراويدي بحمر يملي حردت لهاتب الغنوات وقدت يبرد حشاك يمي من التعب البلا صالح من التعب البلا صالح من التعب البلا صالح تفيقي تروقي تنجمي هردت لهاتب الغنوات وقدت يبرد حشاك يمي من التعب البلا صالح تفيقي تروقي تنجمي تسوي مكان سك المطرة تضوي البيت وتنحمي تمرقي صبوحة للجيران قدح فوقي دفي دلمي هردت لهاتب الغنوات نحن نعرف إلهك شف عالكتاب مضاف ظراف بلن نسمي اشتركوا في القناة 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 التطريب الداخلية اشتركوا في القناة 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 وما شابه لكن لما انتجي للنحن كيف بتركب النوتة الموسيقية في مشروع مصطفى سيد أحمد والتعامل مع النص الغناية ويا ريت لو أخذنا نماذج ونت جامعتك باو ممكن واحدة من النماذج الشهيرة في العالم الثالث بجيك لطفل العالم لكن هو طبعا على فكرة الناس أحيانا بتفكر أنه الأولى ما مفروض يكون فيها قالب مفروض يكون يعني أنت بتدرس في الجامعات في حاجة اسمها songwriting اللي هي كتابة الأغنية ده ما معنى أنك تمرج من إحساسك وما تعمل الحاجات يعني أنت ممكن تكتب أغنية وممكن تكتب نص مقرؤ أنا درجة للحطة اللحنية دي عند مصطفى عنده طريقتين في تلحين أحيانا بيستخدم الأسلوب القالبي زي كون النجمة النجمة زي البت الحديقة زي ما عارت كده مريم الأخرى فيه قالب موسيقى محدد واحد اثنين ثلاثة كده يعني فيه زي هسي الأغنية التي اتغنت الغناء عمر هسي بتاعة الراه الحميد تحيث أنه فيه استرسال في العملية اللحنية وهي محاولة من مصطفى للبحث عن معادل موضوعي للنص يعني الفكرة كده يعني هو بيحاول يعمل فكرة عبقرية أو تفسير للنص لكن بطريقة لحنية ده الفرق بين الطريقة دي والطريقة ده هو بيمتلك ناصية الطريقتين دين الاثنين دين أرجع لك لأطفالعالم لأني أفتكر ده حتة مهمة جدا فيه تنافس أنا غنيت معاهم طبعا ما بقدر أنافسهم النادر غنيين وردي ومصفى لكن في هذه الأغنية اللي هي الكلمات ليلة المغربي الله يرحمه ويغفر إليها وطبعا أنا لحنتها ووزعتها وكانت معدة أنه أنا غنيها مع ركي في السودان والأمي رفض كان غناءة هناك ولما جينا القاهرة أتيحتها بفرصة أنه المفروض أعملها محمد الأمين ووردي وأنا من خلال السريط والأطفال والأستاذ محمد الأمين اعتذر ولما جموا الصفاء من العملية بتاعته وكلمته رحب بالموضوع من روسيا من روسيا هاي جاء في القاهرة وعن شمس كان ونقلناه لميدان الجيزة عمارة النصر جوانا بعد ما ركبنا الموسيقى طبعا نحن في الأول بنقوم نعمل تركيب للموسيقى ولما بدأنا نغني لحصة أنه وهي حاجة كويسة يعني أنا حقوله ما تضحكوا قالتنا أن كانوا بغيروا من بعض وهي أنا بفتكر أنها كانت غيرة إيجابية أنتجت لو الذين انتبه كويس جدا لطريقة الأداء لأدو بيع مصطفى بوردي في طفل العالم الثالث بحيث أنه كان في تنافس حميم شديد جدا في قصة هنا برضو يعني الناس برضو سمعها كثير أنه الدليل على الغيرة دي أنه كان مصطفى يردد الكوبلة ووردي يردد نفس الكوبلة وبعدا يقوم يعمل حاجة تانية شوية حاول يتفوق بها على مصطفى يجي مصطفى يجي راجع بيقوم يعمل حاجة تانية يولع في وردي النار وهكذا فكانت أنا شخصيا كنت المستفيدة الأول يا زلام يا زلام أستاذ أزهر يجينا عندك تاني وحب أسمع من عندك نص يبلغوا تليه خلي البساطة أحمدي وخليه عفوية أنا قبل ما وأضيف من عندك أنت طرحت سؤال في تقديرية سؤال جوهر ومهم جدا ما جيب عنده هي ما زالت المسرع عن مصطفى والمسرع فيه كثير جدا من الغصايد اللي تناوله مصطفى أنا دايما قاعد أقول أنه الحاجة دي حسيتها لما ماشيت نوري ونحن بنسلم على الناس أنا كنت حاسي أنه أنا بسلم على الشخص الشفتهم في قصايد حميد يا سهلا عبد رجال ونساء يعني في اللحظة دي كنت شايف عم عبد الرحيم شايف عيوشة وشايف حمته وشايف سر بضعوذ الكريم وهكذا وذكرت المغولة بتاعة مايكل أنجلس إنه هو لما نسأله كيف بتنحت الشخوصة في لوحاتك من السخور والجبال قال هم أصلا في الأصل موجودين في هذه السخور كل اللي أنا بعمله بحاول أني أحررهم من حالة السيب اللي هم فيه يعني محب فمصطفى كأنما أخذ الناس دي من القاع الاجتماعي حميد وحولهم لشخص موجودين في قصايده دي خلقت عن مصطفى وبنسبة عم عبد الرحيم بكل السرال فيها والشخصيات وكذا هي مسرح صحيح فيها المكان وفيها الزمان وفيها الشخص والحركة بتاعت الناس والتصاعد والتسلسل وصف دقيق والأسرد المسرح الموجود في القصيدة نعم وصديقنا الراحة الربنا يرحم ويغفر له وخطاب حسن أحمد حول العمل ذا المسرحية اسمعها مع عبد الرحيم برضو وعديب الكبير وعديب تسوق نزاة ومصطفى حتى في مجموع عدد من الشعراء الأفزازة اللي دعمل معهم هم كانوا ناس بتاعي مسرح أصلا يعني يا حي فالله بتاع مسرح وقاسمة بزيد وعاطف خيري وعاطف خيري بتاع مسرح وخطاب بتاع مسرح عشان صديق مسرح عمر الطيبة الدوش مسرح صحيح فتعامله مع هذا كان بيوري لياتوا مدى احترامه وإيمانه بدوره المسرح وبالتالي في غنطه في مشروع الغنائي كان موجود نرجع للنص يا مصطفى المقبول سلام سامحنا نحن مقصرين يدين بتاخد بالشمال حاجات تمدها باليمين ولا ياد اللو حد حزنانا يوم ذكر الحسين دي الأياد البشرة فرحانا يوم صلب الحسين ما المفاتيح البتفتح هل المفاتيح البتكفل وهل بتعرف كيف تدير لعبة الموت في اتجاهين ومشتاقين حبيب القلبي يا طيب أراضيك وين وين أمس ما لحك تمسي عليك ولا مستاني من طيب الأغاني حنين سنين مرت عجاب بالحسرة ما خلت وراها سنين ورغم قساوة الفرقة وعذاب البير رزاس في دم حسيتك مسكتك والزويت شارعين ودسيتك من الشكة الملانية قيم براي في سري غنيتك براي شديت خيوة النم وكيت هبش النغم خيتك رميت الهم علي ظهر الغنى المسكين وكان كان ياريتني ياريتك ياريتك قريت الخطوة يوم ماشين مشوار الهول ودرني يوم فترني بأمشي وتعال بعدين وكيف دودرني لقلب الحبيبة كمين فتح في ضحكة الوردة وغرس في خسرها السكين وباع سر الرحيق للسابلة وسرها بالنحل بالدين سرخ جو الحناية وسن واهتزت مشاعر الطين ولفظ بحر الخطايا وطن بين غوسين وطن مفصول شمال ويمين ويتبدت حلمنا سدن حتل جرح النزوع في الروح فما ضر الخلايا إذن ولا فضل فيه دكهين شان تزرب دموعك طن على الزمن البكيط وضنين وزدت على العليكة وهن وزدنا على العلينا شروت زحفنا على السلوك الشايكة لا منزل محصومين ولا الخالق خلقنا ملائكة خليناك في الزيف والنزيف والزيفة ودخلنا مغارة التنين نباصر والبصيرة كفيفة رقد كلبه بزهانة سمين رقد خلى السعية ضعيفة والحبلة اللي عليها متين ويد كلبه بزهانة خفيفة مشتاقين خفيفة طلة والروحة الندية لطيفة سلطان العشق في الله أراضيك وين وين تغيب زي الشمش وتبين تغيب وتبين تغوز في لجة وتطلع بالشروق في فجة زي شبت غريك في القيفة ما سميت غيابك غربة سميتك سكون الغابة والمطر اللي بتنزل ضيفة تتمطق رحيط التربة وتعشرك للتراب في حلقه سحكرة على المطر جيابة ومخيره الكريم في خلقه للأرض بتدور على كيفة ولا الليل الطويل بحتجة وبدري على الغروب يا صاحي يا داب الصباح بتحجة والورد المفرهد صاحي والطير ليغصونك حجة خليها الملامد حين بنمرق من نهار الرجة تشرقنا الغناو الطعمة يسرقنا الهوى ونتحجة بالسيرة البتسري شفيفة يا سيد الوسامة يمين وما طالبنا اسم الخليفة حليفة ولا بتسألنا يوم الدين عن البحر الممدد جيفة فقدناك والمغارض لمة ونحنا على ضحب ماشين قطيع من رجل جوهي تيفة شعرة ومخبرين وهلمة جارينا على الزبط جرفتنا هضاريب الشعر والحمة جارينا على عجل يا سين وعاودنا الحنين من ثم لمحناك في اللحظ صاحي ونحنا على مسد مايمين كتار لكن براك أكتر براك فوق المداين أمة وقفت على الفجيعة ألف وقفنا وراك حبابك ألف حبيب الخير محل ما أبدتك تنقدر رهيفة إن شاء الله مات تلتك وتمرب منك وهو في العتمة بشمس الحقيقة ما جرتك ما عدتك بالمداين صر يا عادي وبسيط واسمر بنسأل عن عنوينك تعال عبين في حلمك قدر ما تشيل مواعينك براكة وهط الحضرة ورصنا زي فناجينك نلم القدرة كان نقدر نجيل في بساتينك نوريك حسك الأخضر نفرق ولو سمح وقتك تعال قلينا بالأكتر تعال قلينا مشتاقين حبيب الجنبي يا طيب أراضيك وين يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام تتوقع شو يكون رده لو كان موجود كانت اتلحنت وهس أنا بقول لي أستاذ الموصل كل عمر يعني كتير من الشعر اللي تكتب بروح مصطفى صيد أحمد يفتغد صوت مصطفى صيد أحمد وإنتم الروح موجودة عندكم يمكن استعادة الصوت للناس يا سلام أستاذ عمر نجي عندك بعد التداعي بالقاعدة نسمع من عندك شو اي أمر ما قصرت أولي الله يعافيك أصدنا أه أنا يعني من القفايد الجميلة قدال أنا حشتغل القدال أو حمد لكن بس كنت دار تكلم عن النص هذا المصوص جميل جدا يعني ونص آخر نص جميل بشكل ما عطي هذه ممكن أن نأخذ منه حاجة ولا لا هو رفيق يعني واحد من تلاميذ أستاذ الموصري ومن حوارينه يعني وكان مع بعض عندهم مشروع موسيقى كبير جدا ماشيين فيه وأنا واحد من ناس الكنتا بي بأحضر البروفات بتاعتهم وشوف الحياة الجميلة بيعملوا في هذه فالعمل ده لحنوا أستاذ ربيع بشكل غريب جدا يعني نحن كنا شغالين في مدرسة واحدة أنا وربيع وصديقي جدا يعني من سنين طويلة فكان في احتفال بتقريبا الفين واحد تقريبا الفين واحد اللي هو كان كان عاملين التأبين بتاع مصطفى في نادي الهلال وستسهري كان هو ماسك في ميليستئدارة في ماسك البرامج الثقافية في النادي وقام سمح لنا انه نجي نعمل الشغل ده في سنة الهلال فالبروفات كنا شغالين فيها فبذكر اول بروفة من الصباح بقول لربيع انت ملحنت لحد الان الشغل ده والبروفة الساعة الساعة ثلاثة والاربعة ايوه قال لي ما في مشكلة انا شاهد انه ربيع لحن الاربعة البيوت الاولى ومشى مشينا بالرفناها بشكل يعني شاهدوا الناس كلهم تاني يوم جينا في المدرسة برضو لحن الكوبليت التاني ومشينا بالرفناه الى ان تمت العمل ده وما اضاف ليه حاجة كان من اجمل الاعمال وقدمناه كان كمجموعة كورالية في سنة الهلال في يعني توفرت له ساورة ولا مجموعة لا 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 ما مجموعة الساورة لكن الساورة اللي يترون غنوه لكن احنا غننوه كان هو مجموعة يعني مجموعة من المؤدين مختلفين يعني لكم التحية بالتأكيد فالتحية للروح ربيع عبد الماجد علي الرحمن الساورة الموسيقار الكبير والتحية لأستاذ أزهري اللي هو قاموا أن تجولينا هذا العمر الجميل نتمنى لقدام نسمعها يعني تاني شاء الله خطر ساحة عندك ممكن نسمعها شوية تاني طيب ممكن نسمعها نسمع لقدال خلاوة ريلة المولد السلام موسيقى موسيقى جنيات هليق دام بقول غنوات بقول غنوات في البلد بسير جنيات هليق دام بقول غنوات بقول غنوات وللولد اللي بتل درعات في العرض يطير في الدار صغريا بقول غنوات بقول غنوات ولو السم حتى اللي تيد ومدة تيد يقوم شاعله حشبيا بقول غنوات ولو السم حتى اللي تيد ومدة تجيل يقوم شاعله حشبيا ورواه تشيل شبال وخطفة رين وريدة تروح وفرحة عيد وحمرت عين وإيديا بقول غنوات ويا الولد اللي بتل دقا وقولت خير عن القمر يقابل الجاية متحزم ويدارك الجاية متلزم كلا أمفاسك علي أرضك يبقى عديلة يا بيضاء ويبقى زفاف تزن ردليه وقمرية بقول غنوات بقول غنوات بقول غنوات يا ببالحول تغيم غيمة قبلية ترش الدارة والحدبة الصعيد الحلة يا فرحة تبارغ الصفقة في النسم الصعيدية ربا الكل تظيم غيمة قبلية ترش الدارة والحتب الصعيد الحلة يا فرحة تبارق الصفقة في النسم الصعيدية ويا جهرة نهار الليلة بدرية صحيح جنياتنا في الحدب الصعيد الحلة يا غمحاتنا هولب اللب ويا غمحاتنا هولب اللب ويا لوز الفتك في الوادي هولب اللب ويا قمحاتنا هولب اللب ويا البحر الطمح مداده لب اللب ويا البحر الطمح مداده لب اللب ويا حجواتنا يا دعواتنا هولب اللب سألتك بالذي ركز الأرض ما عبد ويا جهرة نهار اللب ويا جهرة نهار اللب بيك 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 بي يكون طل الخريفات نوم شلين و الراح يكون طل الخريفات نوم شلين و الراح سألتك بالذي ركز الأرض و عبر وسو الناس عليها مقاما وسو الناس عليها مقاما اشتركوا في القناة كجابها دغشية و زي زغرودة البطن الكبارية مرك من شامة الجمرة مهيقت بودع طل و مقدم بالعديل يبرى مرك من شامة الجمرة مهيقت بودع طل و مقدم بالعديل يبرى بشروا تعالوا يا جميات شليل ما راح شليل ما فات شليل ما راح شليل ما فات شليل شليل ما فات شليل ما شليل ما دليل شليل ما دليل شليل ما دليل شليل ما دليل على البلدات بعث دربة دبلدية شليل ما فات شليل ما راح شليل ما فات شليل ما راح مزارع حمد علي عشقين تراب بلده سمح فوق بالمزارعية ونبغو الغنوات بغو 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 الغنوات سلامان عزيزي بس تعليق بسيط جدا نظمه كامل نعم ما كامل لي جزء من حجوة وفي المولده أنا لأنه طبعا فيه قلبات كتيرا الراهل القداء كانت دانين نص كامل في فترة ما يبدو أنه أنا دخلت ما لحنت ومصطفى لحن ده الغريبة سبحان الله أنا الجزء اللي اخترته ماذا؟ الجزء الأول الأول المدعمل الداخر النص المدعمل بعدين والطريف أكثر في الموضوع أنه في القاهرة مصطفى مصطفى هدلال الأغنيدي يا سلام يا سلام نحن نجي لتفاصيل كتيرة أستاذ موصلي هجيك لتفاصيل كتيرة في اللحن ده بالذات لأنه فيه تنقلات كتيرة جدا وبرضو أستاذ أزهر وستاذ مدني وستاذ عمر شكرا لك نجيكم برضو للتعديل بتاع مصطفى صيد أحمد في النص في المقام بتاع وسوى الفاس عليها مقام بيقى تسوى الناس عليها مقام بورك حس الشاعر برضو عن مصطفى لكن خلونا نرتاح شوية نطلع فاصل من ثم نعود إليكم من جديد في هذه ذكرى ستة وعشرين لمصطفى صيد أحمد الراحل المقيم عليكم معنا عدنا إليكم من جديد ونحن في حضرة مصطفى صيد أحمد وهذا المقام الخير ذو التنبؤات العظيمة ونتنقل في مسيرة مصطفى صيد أحمد ونمشي ما بين مكان ومكان تتذكر طفلة وتتذكر ذهرة وتتفتح بارقة أمل لكثير جدا من التعابة والحيارة في كل مكان لأنه كان معبر عنهم ومازال ذاك الحب والخير والجمال والدم تلقاه دائما في كل حس وفي كل لحل قدمه مصطفى في كل بيت وفي كل منتدة قدمت فيه قصيدة أستاذ مدني أجيك ثاني ومرحب لك حبابك ذكرى ستة وعشرين ومرت عليك كثير جدا طبعاً ودائما الناس بقول زي حباباتنا بقول لك في وجه عن كده تشتهي مع كل ذكرى لحبيب أو بعيد أو صديق بتذكر أنه تكتب شي معين أو تقول شي معين في المقام دي عاوزين نسمع منك نص جديد طيب هو الحقيقة ما في ذكر بالتحديد لكن نحن دائمين الكتابة يعني كل ما يعتصرنا الألم والشوق للعزيز الراحل المقيم مصطفى سيد أحمد يعني اهداء لروح مشاعرنا يمكن أن تشايف أستاذ سهري بعد سلامات حبيب القلب يا رايا تنداح الكتابات لأنه يعني ما دلنا نحن في فقده وفي رحيله الكبير يعني نحاول نعزي أنفسنا والآخرين الدكتوري سوى الموصلي فيه جميل المعنى والمغنى برضو ذيت لحنته عن نوع البلابن كانت يعني برضو وهس أنا بقرح حاجة برضو جزء من كم حاجة يعني كف الفرك؟ اللي هي كف النواح كف النواح كف النواح ضوي أنت الليلة ما غاب الجمر ما تبكي حسرة إن جاكي بيموت الخبر يكفيك يغناك الدرر الحمدك خصبه ومطر يتوسمي ويتباهي بالكاتبك وضوح ناس فيك يروح أداك حقيقته ومغتنع كل ما الضلال نبحك وقف ما بين نهارك والنباح كل ما الضلام شرة وكسة تنده قناويه الصباح كل ما السلاح ضدك عوى أنشد مواويلك سماح شديها همة على الكفاح وعيد الزمان المستباح مالك ما محن في جناك يتيمموا شطر المطار قصدوا المنافل فضلت في وجهتهم بقت الخيار لمن على العنس البنات وتوسدوا الجوع الصغار يتحنضلت طعم الزمان يتسمى بالعيش العدار وبصدقك بصدقك لو شعلت في الموية نار وشنون فضل اللي بحسبوه عليك عار وتضوي أنت الليلة ما غاب القمر يحليله من غطاك ستر دساك في صوته الدفي لا خان أمانتك زي كتار ولا أنت وعده بتخليفي عرفاه في عشقك وفي في عنده برضه بتعريفيه سندك ولادك مصطفى في بره ليك بتنصفيه وتضوي أنت الفكرة والمبدى الطريق أشوى خطاك ومسافة الأمل البريق انتبهي من زيف الوجوه اتبين العدو من صديق كف النواح وانكر بهاية إلى الكفاح كف النواح وانكر بهاية إلى الكفاح الوعي سانت فكرتك والحلم قدامك براح كف النواح كف النواح وانكر بهاية إلى الكفاح كف النواح السلام آخر زيارة لك قبره كانت متين في الضحية الفات عادةً السلفاء بنمشي في المناصبات وحقيقة يعني هي ما عارف لسه في حالة كده قدامي بتاعد عدم قبول الفكرة يعني وانحنا طبعاً مع غدار ربنا سبحانه وتعالى لكن أنا بتخيلينه مازال مصطفى حيء بتخاطبه لما انتمشي هنا تواصله نعم نعم تواصله أنا بلاقي الأسرة كلها وبلاقي الناس القريبين لما انتصل قبره تكون موجود نعم بتخاطبه والله بالتناجل يعني الذكريات تستطيع في حالات كثيرة جداً بتي انفعالات بتحدث الزول بحسب انه يعني هذا المسج على التراب هو قام من وطن مساحتها والسلفاء ولكنها تمتدت ومتدت لكلها الحال وطن يعني طيب أستاذ موصلي قبل ما نطلع على الفاصل كنت سألتك انه جزء من الأغنية السمعناها للشاعر القدال التنقلات اللحنية فيها مختلفة وتقودك لأنه برضو صوت الفنان أو المطرب اللحن المعينة تصور الدرامي الموجود فيه واستخدام آلت العود الملاحظ عن مصطفى سيد أحمد بشكل مميز جداً وشكراً لك أستاذ عمر برضو أنه قدرت تنقلنا لعوالم فيها شيء من الذاكرة الحية للأستاذ مصطفى سيد أحمد استخدام العود برضو يقدر من خلال أنه تطلع الألحان دي والتنقلات بشكلها بشكل مميز جداً لكن أحياناً بيستخدموا كأسلوب بتاع تأليف وحفظ للنص المعين لكن أما أسلوب التلحيل لو تلاحظ مثلاً زي النص بتاع الراحل القدال هو يعني شوف تصاوير كثيرة جداً جداً فالتصاوير دي هو دايماً مصطفى يعني ما يعني ما بتعاول معاها لحنياً بمعنى تلقائي لا أكيد هو كان بيفكر يعني المثالة ما أساكد يعني عشان كده بتجي النقلات بتاعته دي اللحنية البعملة دي بشكل مميز ما هي القصو منها زي ما قبيلنا تكلمت عن مسألة المعادلة الموضوع للنص يعني بيحاول من خلال اللحن بتاعه نبحث عن المعادلة الموضوع للنص لكن في النهاية بكله بيلمه بأداء زي ما قلت لك غير عادي أداء جميل جداً يتميز بساط نقي جميل طرب معبر فيه دايناميكية في الحركة بتاعت الأداء يا سلام طيب أستاذ أزهري مرحباك مرة ثانية مرحباك يعني سمعنا النص قبل شوية للراحلة القدال وتكلمنا كان عن المقام بتاعه وسوى الفاس عليها مقام وتعدلت بعد ذاك لسوى الناس عليها مقام بوريك برضو حس مصطفى الشاعر وإنه كيف يتعامل مع الشعر ويعدل فيه كثير جداً من القصص وتعامله مع الشعر وكيف الفنان يعدل في النص المكتوب بإحساسه وكيف إنه الشاعر يقبل التعديل ويساهم في إنه والله ينقوله ويقدم للناس زي ما هو حس وزي ما الفنان برضو حب يقدم هي طبيعة الغنية السودانية بذل هي غنية الجماعية بتاعتها يعني إذا ما أدوها مجموعة من الناس يشاركوا في صناعتها وفي إنتاجها مجموعة من الناس بالفهم ده مجموعة الشعر اللي دعامنا مع الصفى كان عندهم قدر بتاعة قبول على تدخلات رحيمة والغرض منها تجويد النص لو من مصطفى أو من مجموعة الشعراء أو مجموعة الملحنين والمصغرين بشاركوا في إنتاج العمل مصطفى عندهم أقول زكارة أخونا عبد المنعم الفكير من حيو من هنا إنه هو أي شاعر دخل يده في شاعره ما عدا حميد كله ما حاولت أدخل في حتة في قصيدة حميد بل القصيدة بالتدخل بتاعيه كوعد جهة ما وهذا طبعا لأنه حميد شيخ الناس كلهم حميد نصه متجاوز ورويته حلمه متجاوز تماما ما في غلاق في نص القدال ده يمكن هو النص الوحيدة اللي تدخل فيه مصطفى سوى الناس عليها مقام والحاجة دي يجي بله قدال بمحبة عالي جدا وبيجي يذكر باستمرار كل ما قرى القصيدة ويذكر الناس بأنه الأصل هي سوى الفاز عليها مقام ومصطفى عمل الناس عليها مقام الغرض من ده كله أنه هو أنه يصل للمتلقي ولمستمع عمل مكتمل الأركان والغيمة الجمالية يبدو لي شاعر إذا حس بأنه التدخل أضاف صورة جمالية لنصه ويكون سعيد بي ده وخصوصا لما انتجي من زول صديق يعني زي مصطفى وصديق لكل الشعر صحيح ده مقدني برضو للقصيدة الكتابة مصطفى في القاهرة لما جات واحدة قد تدخل رسمت في جيها ايوه صحيح أنه أغانيت جعم ده شوية وكده فبريكي حساسه برضو أنه قدير دي فرصة نحن نحيي كل ال زي ما اتفقنا كلنا مع بعض أنه الحلقة دي بنهديها للناس في الزكرة دي نحن افتقدناهن يا سلام من أصدقانا من الشعر الصحوي في مشروع السهم ومشروع مصطفى وعلي راسهم محمد طاه القدال بنفتقده في هذه الزكرة وخطاب حسن أحمد اللي رحل قبل شهور وفي التأكيد دروح صديقنا محمد الحزن سالم حميد ومحمد سرعج الدين وبنهديها بشكل خاص لنفتقدهم ونتمنى لهم الشفاء العاجل أستاذنا هاشم صديق وأستاذنا صلاح صلاح حاج سعيد وبدر الدين عاجل ربنا يتغبلوا لصديقنا عاطف خيري ربنا يدي والعافية لكل الناس الساهم في المشروع العظيم ده التحية والتقدير لكم في 17 يناس تذكرت مجموعة من الأساتذة منهم من بقبة منهم من رحل بالتأكيد أنا دائر منك طلب خاص على المستوى الشخصي وبرضو جزء من الشباب في الكنترول عاوزين نتنقل ما بين عديد من المقاطع الشعرية لشعراء ذكرنا القدال ذكرنا حميد وعاطف خيري وأستاذ قاسمة بزيد مجموعة منهم ونسمع مرضو منك نص إذا ممكن الله أنا قاعد تعجبني بشدة المطالع بتاع الصلاح حاج سعيد يا سلام والبيبداها بطريقة سردية وكأن ما هو كان بيحكي لك في قصة يا سلام دائر يكمل لك أخذ راحتك فأنا أنا بهدي الحاجة دي لصلاح حاج سعيد يعني صلاح لما يقول لك كان نفس يقول لك من زمان كأن ما في كلام قبل كده يتقال لما يقول وبقي تغنى عليه الغناوية الحسرة والأسف الطويل كده حتى في غنياته القديمة مثلا الكفاية الوحدة ما بقدر طريقة تانية أمشيه وأصول عمري كم مرة عشان نهدم عدفات أو عدفات غنياته المسافة المطالع عجيبة جدا صلاح حاج سعيد وأيضا للزول المتجاوز بينصه باستمرار صديقنا العزيز والحبيب جدا عاطف خيري صور الجمالية العظيمة يعني لو جبت أي شعر عشان يكتب لك يا فرس كل الجبيلة تلجمه يكسر غناعاته يفي رسكي مع البدو في الخلة ما يرضى غير ريح تجادله وتغنعه ما بتلقزه ليكتب لك الكلام دي إلا عاطف خيري ربنا الجو العافية ويرد غربته لكل الأصدقاء في كل المنافي البعيدة والتخطفتهم الضفاف العودة للوطن وإن شاء الله لما انتجوا أنتم بمساهمتكم نقول نحن أقمنا وطننا اللي بنحلم به يومات والله أنا بحضرني هنا عبدالعالي السيد يا سلام يعني برضو عبدالعالي السيد يعني الغربة أو السفر أخذوا كثير جدا لكن برضو عنده غنيات يعني إذا افتقدتك غنيات لغير مصطفى سيد أحمد إذا افترضنا برضو مصطفى سيد أحمد عنده ثاني من بعد ما عز المزار عبدالعال برضو أنا بتخيل أنه لو كان قريب من مصطفى وكان قريب من مصطفى يعني زي فيه إشكالية بينه بين مصطفى والموصل يعني هو كتب ليه نص وقام الموصل اللي حق شاء الله مصطفى لقال ليه ما تخليه دخلت في طلاقات وبسعلمين في الآخر عبدالعالي السيد من هنا بنحييو الله لون تحييو مشكور أسهري يعني استعرض الناس كلهم احتمالكم ما سغى الصهوة لكن أنا لا والله ما يبسكو ما سغى الصهوة لكي أنا ذاتي قصة ينه تستذكروا ذكره صحيح كل الطيبين أحيي لهم كلهم صحيح لهم كلهم لكن أنا التقط حاجة من كلام أستاذ أسر وكلام أستاذ مدني كثير جدا من قصايد مصطفى الغناها بالتأكيد بنشاهدة عند جيل اليوم وحاجة كلاب أستاذ عمر بنشوفها في جيل اليوم خاصة في المواكب العظيمة بتنافح دائما الخير والحق والحقوق والعدل ودولة السلام والحرية والعدالة لشباب وجيل هذه الثورة العظيمة مواكب عزان شوفنا كثير جدا من القصايد بقت أيقونا هل دا كان تنبؤ لجيل اليوم شنو تقر تفسروا الأشياء دي أستاذ مدني والله يا أخي ندره لك هو مصطفى ذا ما كان مهموم بالثورة جي ذاتها وبعد ذا زمن باك يعني هو عنده متقدم جدا في فهمه لجايش وكان عنده قناعات قوية جدا يعني أسي الناس ما بين الشكوى وليغي مراتو وقول ليك يا أخي الناس دي ممكن تحصل كذا والناس مصطفى ما عنده كلام ذا قاطع إنه حتما حتنطصر إرادة الإنسان تلقى الطفل الصغير يعني شاية لافتة ما أباكري يا حليوة أيوة أنا في كلام قاعد أقول الناس بيعقدوا مغارنات بين الأغنيات الانتجت لصورة ديسمبر والأغنيات الانتجت لأبريل وليكتوبر صحيح 64-65 أنا بقول إنه الأكتوبر وأبريل مجدت الأغنيات لكن صورة ديسمبر صنعت الأغنيات بمعنى سبقتها بمراحل كثيرة وبالتالي يعني حق إلينا نقول إنها هي صورة صغافية صورة بتاعة التراكم بتاعة واعي مستمير صاهمت فيها القصائد والأغنيات بالتأكيد العناط الفنية التانية التشكيليين والمسرحيين وناس كثيرين كانوا مهمومين برفض الوعي الجمع ده بمساهمات ملكت الناس أدواتها لما نجات للتغيير جات هي واعي وعارفة حجم التضحيات اللي حتقدمها مهر لصورة العظيمة عشان كده الأرواح والشهداء اللي قدموا أرواحه ربنا يتغبلهم والمصابير ربنا يشفيهم والغيبين ربنا يعودهم التضحيات دي ما حتتروح سائعا صحيح أنا تذكرت هنا حاجة ما تروح شمار في مرة أنا تذكرت حاجة هنا في قلابك وشفت المشهد بتاع طفل في الترس وهو بيفتش الأطفال يا فاطمة أو يا فاطمة بغنوا بغنوا صحيح بتشوف المشهد ده وكأنه ما الأفراح لابد من طريقة أنا عندي أطفال صغار عمرهم أربع سنين بيقوا أصحاب أخوانهم في الشارع بيقولوا لهم قوم يا عاطر الخشة الموكب للناس كده بيبتكروا حتى انقعاد في الشارع ضيع للوقت ده ما وقت تقعد في الشارع كون عندك دوري طبعا حالة الوعي فهي الحاجة دي مشت واتمددت وما في تاني مبتك حالة الوعي اللي صاحبت هذه الصورة أنا يعني بتخيل إنه في أكتوبر وفي أبريل يعني جيل كان الناس بتواضع شديد جدا جدا بدعملهم على الأشياء لكن أسي الناس بتنتزح بعدين يا مي الناس صنعوا صورتهم وينصرفوا في الصورات الفاتحة الصورة دي محروسة تمرت ومحد ما هتخلص إلا بالانتصار فأنا ما ذكرتها في أيام نحن في التجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة تشعرنا وكان يسمنا الاتحاد الشرعي للفنانين السودانيين كانت كل حاجة شرعية 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 يعني القيادة الشرعية كذا الشرعي كذا الشرعي فكان من الغونة حضرناه للعملية بتاعت كانت حتحصل بتاعت حركة أنا السودان مصبك كذب نصن بين سجن وبتشبح وعطاله دمي مباح وما زلت ودي الغربة الغربة جراحة جراح يا سلام وفي واحد ثاني مدي إيدك شي سلاحك لك ضغنة ولك خايب دي لحنام مدي إيدك دي لحنم الصفا بين سجن وبتشبح لحنام مع بعض في بيتنا في الدور التاسع عمرت الجيزة ميدان الجيزة عمرت النص الدور التاسع عملنا الوقت دا كان عملت الوصوص العصر بتاعت فاروق ديو دا أيوة وقدمت كده حاجة مع بعض كانت بتوزع من أريتريا من إزاعة المعارضة في أريتريا صحيح طيب أستاذ زاري أنا الشباب طالبين والضاحة نسمع جزو ونمشي له عمر نسمع مقطعه لو تسمح مرحب الصباح الباهي لونك والضاحة يا فجر المشارك غابة للأبنوس عيونك يبنية من خبز الفنادق شهدت في جواي صوامع للفرح وفتحت في دنياي مسارح للمرح وقيت ليسك وعيون لا قدرت طولك شانجيك لا قدرت من غيرك أكون أنا بيك ماليني الكلام حركت بيك عصب السكون ديلي ابتليك الغيم رحك طرست ليك النيل زفاف وحركت ليك الشوق بخور فرشت ليك الريد لحافلة استك بيك بتنتهي لمعاك مليت الطواف ويارتني لو بقدر أكونك واضحة يا فجر المشارك الصباح الباهي لونك يبنية من خبز الفنادق غابة الأبنوس وعيونك واضحة لو طالت طريق بيناتنا وترام المدى وصنت مسامعك من نداي شربت فيا فيك الصدى ما تحني هامات النخيل ما ترمي دمعات الندو ما تشني في الزمن الجميل دا العمر يا داب ابتدى والعمر إيه حيكون بدونك واضحة يا فجر المشارك الصباح الباهي لونك يبنية من خبز الفنادق غابة الأبنوس ويونك هل فعلا لقيت حظة من الانتشار بشكل كبير هي أنا باستمرار قاعد أقولي إنها هي قصيدة محظوظة وبالتأكيد أي قصيدة يغنيها مصطفى هي قصيدة محظوظة وما كان ممكن على الأقل في الوقت دا كالغنى ظهرنا الثلاثة وتمانين النمضة من الغنى غير مصطفى ما كان بيمتلك زول الجرعة يتناول الموصة اللي عنده تجارب عظيمة وطبعا في الجانب دا اختراغات في مزالة اختيار النص الشعري من الأمان السندسية والانتلية والغنية اللطيفة بتاعة عبدالعال السيد وينك انت وينك انت غيابك وينك انت زني عنك والقلبي والحبابك فالنصوص الزي دي في وقتها كانت غريبة على الناس وكانت دايرة الفنان عنده إيمان بنص مغير عشان يقدر يتناول ويوصل للناس طيب بتالي أي نص صادف الأصوات زي نفتكر انه نص محظوظ يعني ممكن يزوج صحيح دا رزال وستاذ موصل عشان ماشي لعمر سؤال بين الاساتذة الاثنين الكبار بالتأكيد انه كيف بتعاينه لقصايد بعض لما تكون عم مصطفى سيد أحمد وانت بتجيك اللحن بتجيك للقصيدة بتعاينه للقصيدة الجاي من أستاذ عبدالعال السيدة والجاي من أستاذ أزهري أو أستاذ مدني أستاذ قاسي كده كيف بتعاينه للقصيدة دي بعين الملحن وبعين الموسيقي والموسيقار يعني أنا دائما بقر النص ودائما بضع لي وطواري خطة لحنية بعد ما أقرأ النص أي يعني أنا بعرف المنطقة بتاعت الفكرة الفكرة الأساسية وين التطور بتاع اللحن ما تشعر على وين الختام ما تشعر على وين بقوم بضع خطة معين وبعمل يعني مثلا يعني مثلا في أغنية للكتيابي على بابك عبدالقادر الكتيابي نحييوه من هنا برضه يعني من الأغاني لأنا عمدت فعلا خطة لحنية كبيرة جدا اسمها يا مصططاب لو سبعتها عاجق كمتي العطشان وهاتيا ريوحت لجرعة رهاب ما بتلحق كم الرطاب قال يا صحب من سكرة هواك حاجة زي كده المهم أنا بيستكر إنه أنا والراحل مصطفا نظرتنا للنص في بعض الأحيان تلقائيا بنشتغله مرات بنكتب الفكرة اللحنية يعني مثلا المصطفا بقى اللحن بتاعه عنده شريط زي ما قال الأستاذ مدني عنده شريط بتاع فكار لحنية حال من الأستاذ الصغير حال من من بيعمل فكرة صغيرة وبخدتها بيجي يرجع علىها تاني ويسترسل أنا عندي نوتا حتى لو راكب أي عربية راكب بص أي حاجة بطلع بعمل سطرين ثلاثة بكتب الفكرة اللحنية هي نفس الفكرة بس دي نوتا هنا دشنو مسجل وبخدتها في جابي لما نصل بكرة بعد بكرة بطلع بعمل الحاجة الدار عمل لكن في النهاية أنا بفتكر أن الشغل اللي تم بيني وبمصطفى في الحزن النبيل والبت الحديقة هو بشكل علاقة حميمة جدا من التعاون الفني وأشهد أن مصطفى الأمان السندسية برضو لهم طبعا غنى الأمان السندسية غنى جميلة لكن أنا بتكلم عن الأعمال اللحنة مصطفى وانتنا ولت بالتوزيع والتنفيذ الموسيقي أصلا في الشريطين ولا نوتة موسيقية واحدة من الإضافات اللي أنا ضفت طلب أنها تضغير لأنه كان عنده إيمان وقاله لناس المعاو في الدوحة وقاله المسائل اللي أنا كنت وقال أدل عيش لخبازه شوف المفهوم الراخي عند الإنسان العارف المتعلم الواسخ من نفسه يا السلام أستاذ عمر يعني الأساتذة ما شو بينا لنقاط متشابهة وقريبة جدا من الحس الويداني وتعبر بشكل كبير عن حب الناس لمصطفى سيد أحمد وخاصة لما يكون جيل بالقدر من الإبداع ويأسس ويبدأ مع فنان زي مصطفى سيد أحمد يقدموا مشروع للسودان الكبير العود أنا قبل سألته أستاذ موصلي عن العود وتميز مصطفى في كثير جدا من أعماله ويبدأ بقودنا للأكسترا والعمل معه وكذا لكن نلقى إن العود هل هو أحنى هل هو أقرب لما نتغني بالعود والأكسترا أغاني مصطفى سيد أحمد شون الفروقات والمقامات والأشياء مختلفة وطبعا الغنب العود الفنان بالقرحته فيه ما يكون مقيد يعني يكون فيه استرسال يعني مرات ما يكون ملتزم يعني 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 خاصة في الزمن خاصة في في المدود في كده يعني يعني الزور يكون حر يعني لكن طبعا أوركسترالي بتكون مقيد معك ناس تانين ما بتقدر تطلع ما بتقدر تناك لكن العود كشكل موسيقي بشكل محدود يعني لكن الشكل الأسلم لأي عامل الفني لازم يكون شكل أوركسترالي عشان نتطلع يعني كمستمع مثلا لأي فنان أو زي مصطفى مثلا وقالت أحب جدا أسمع الغنى بتاعه بشكل أوركسترالي لأن العود في النهاية محدود صاح يديك يعني إحساس واحد لكن لما نسمع نفس العمل يعني مثلا لو تكلمنا عن مريم الأخرى مريم الأخرى كانت فيها يعني سمعنا بالعود سنين طويرة جدا لكن في اللحظة التم التوزيع بتاع سنة التزعين وإنا كنت حاضر لحيتي في نادي الضباط بالتوزيع محترم جدا يعني كانت حاجة متهشة جدا بالنسبة لك كمستمع كان متهشة حتى أنا فتكرت أنا دونية ثانية غير أحد من نسمع فيها لأن كان تم بها الشكل لما يجب التعب من بعيد آي وبعدين كان فيها عملية مقدمة موسيقية جميلة جدا وأدخل فيها كورال برضو عنده أدوار بيقدي فيها فكانت حاجة متهشة أنا متذكر أنه بعد ما انتهت الغنية دي هي طبعا مدتة طويلة صحيح الضباط كله وقف وطالب مصطفى أنه يغنيها للمرة التانية حتى بيقول ليما إخواننا إحنا يعني الزمن كده ناشي طريقة ثاني غنى شكرا للسلطة سمحت لنا بالغنى حتى السؤال حادية عشر يا سلام لو سمحت لنا يعني حتة تقديق شوية اديها إضافات قبير والساذة سهري تكلم عن العمل الجماعي وال التركيب بالجماعي التعاون من الناس في حاجة الفرق بين العود والغنى بالأوركسترة زي كانك جبت فنان واحد يغني مثلا صوته تينور الغنى بالأوركسترة كانك جبت فنانين كثيرين واحد تينور واحد سوبرانو واحد نزل سوبرانو واحد ماعرف إتا فيه عندك كمية من آلات موسيقية عندها ألوان مختلفة مع بعض فالتعبير الموسيقي بيكون أكبر وأنا بفتكر أن المصطفى السيد أحمد لما أسمع أنا مع الأوركسترة سواء كان الشغل موزع أولا غير موزع بيحسبوه في حالة تنافس مع الأداء الأوركستراري أكثر من العود العود لأنه أنت صاحب عينك تشغاله هنا وريشتك شغاله أي صاحب بيكون في جمال شوية لكن ما بديك الفرصة بتاعت إدك أنت تنافس الأوركسترة فهنا المنافسة بتطلع الإبداع الحقيقية صحيح طيب نمشي أستاذ عمر نديك مساحة حرة تختار فيها أغنية مع أنه الشباب كانوا طالبين على بابك لكن المساحة عندك إذا أنا أنا يعني حاشتغ العمل للراحي الخطاب حسن أحمد اللي هي الوجد المليحي جلبت ليك من بلا طل البعيدة صنوف من الوجد المليح جلبت ليك من بلا طل البعيدة صنوف من الوجد المليح جلبت ليك من بلا طل البعيدة صنوف من الوجد المليح دورت ألقاك بالسمح دورت ألقاك بالسمح كنت أصطات في الظهيرة من مناقير الكنار ووصلات سكك الأغاني من قرى الليل القصية أن تشل أن تشل عطر الأماني من قرى الليل القصية أن تشل أن تشل عطر الأماني من قرى الليل القصية أن تشل عطر الأماني محضر الأماني أن تشل أن تشل محضر الأماني يغرز فيني حسه لملاقاتك هدية لملاقاتك هدية وتفقد الرعش المعبية في ايدي كان لك من بلا طل المعيدة صنوف من الوجد ملح يسلام خطافه خطافه أحضر ليه تحيي لأسرته أسوال مدني الكلام كان قلبي شوي عن نادي الضباط وعديد من المهرجانات اللي كانت موجودة داي بيقودني لي سؤال مصطفى صيد أحمد على المسرح قدامه الجمهور اتكلمنا كثير عن التسجيل وعن الريكورد وعن الشكل الأغنية والنص واللحن لكن ماذا عن مصطفى على المسرح مع الجمهور التعامل يمكن في الدوحة شوفنا عديد من على اليوتيوب وعن كثير من الوسائط عديد من الحفلات كانت موجودة في الدوحة خصوصة يمكن على الخرطوم ما في غنيات أو مهرجات مسجلة كثير ما موجودة يعني على مستوى الداتا لكن على مستوى الدوحة موجودة يعني بكسرة والله انت أقول تعامل الجمهور مع مصطفى كيف؟ الناس بيجوا بيشوك للاستماع أنا بمصر على حالة الإنصاط العالي جداً اللي قاعد مصطفى يعني تقسموا معه جمهور يعني الناس هناك درجوا يعني أنا كنت يعني بتخيلنوا حفلاتهم كرسون في القاهرة يعني الناس درجوا على أنه في حفل المصطفى ستحمد في الدوحة طيلت فترة توجوده هناك بيكون الناس كلها مجهزة وجاهين ويكون في مشكلة كبيرة جداً في أنه المكان ما بتسعل الناس طبعاً فهو بيكون يعني قاري الناس وكثير بيقول لك أنا قاعد عاين بهين وبهينه هو عنده مصطفى عنده مشكلة بتدفق بتاعه نظر يعني الحاجة دي يمكن الناس ما عارف إنا ويفتكرون بالنص النظارة لأنه عنده ضعف نظر عنده التدفق بتاع نظر فبيقول لك أنا بغني وقاعد أشوف الناس بهين وبهينة تفاعلهم كيف يعني يمكن حالة الإشراق في أداءه ناتجة من تفاعل الناس زي وانت لو لاحظت الحفلات تمام وشفت الناس في حالة إسقاء عميقة جداً جداً يعني يمكن ما قاعد تلقاه إلا طوال أنا بتحلي ليهم كنسوم وعبد الحليم لما كان القاعات في القاهرة الناس بيقعدوا كده بيستمعوا المقاهي والناس أيام السمع الحقيقي يعني عاد للناس السمع المختلف من الأداء الرقص يعني بتلقى الناس بيقوموا بيتفاعلوا لكن الأغنيات بتفرض على أنه يكون فيه يعني التلقي أفضل من أنك أنت تقوم تبشر كثير يعني صحيح طيب نعم نحن مشير لختام لقاءنا وتوثيقنا يعني للراحل مصطفى صيد أحمد أستاذ موصلي دعني سأل سؤال أخير خاصة في الشقة الفني واللحني والتوزيع عم مصطفى ممكن مرينا عليه لكن حب يعرف عنه أكتر شوية علماء النفس بقول لك أنه يا أخي المعجبين بشخصية مبدع أو فنان بيتقمص كل شكله المعين والموجود حتى على مستوى الكاركتر على مستوى اللحن على مستوى الصوت على مستوى المستويات بعيدة يعني إذا كان فنان مثلا أو كررسام أو ما شابه بيشوف كثير حتى أستاذ عمر ممكن أجيك للقصة بيشوف كثير في ناس بيشبه مصطفى صيد أحمد حتى على مستوى الملامح بشكل الكاركتر الموجود الطبقة الصوت شبه قليل ممكن يكون موجود لكن بيبقى السؤال إنه هل مدرسة مصطفى صيد أحمد اللي بيقدموها كثير جدا من الناس في ذات النطاق بتاعه أو الحدود بتاعته كيف ممكن تنتشر أكتر مما هي موجودة لحناً وسماعاً موسيقى وهل ممكن يتم تعديل فيها مثلا من أجيال جديدة خاصة عندنا من زي قبل تتطور لقدام يعني بتنتشر أنا أفتكر أنه أول شيء الجديدة بالنسبة حازق جدا في الموسيقى ما في اتنين ثلاثة شفنا كثير من الشباب بيغنوا بالجتار مثلا بيعمل حاجات جميلة جدا لكن القدرات اللحنية والأدائية الموسفى والبصمة الصوتية ما بتتكرر طاني أصلا المغني كل المغنيين الكويسين بصمة صوتهم ما بتتكرر يعني الصوت بصمة صح أتعني مخصوط من أنه عمر قاعد يغني لموسفى ساحب تظهر بعض الملامح كده لكن أنا قاعد أحس بالشخصية بتاعته هو صحيح which is good يعني أنا دي الحاجة لأنا بحبة لكن ما يهمني هنا في مصطفى فيما يختص بالشغل العملنا ونحن مع بعض لأنه اتحولت الأغنى في شريط الحزن النبيل والبت الحديقة من لحنة وحيدة الصوت إلى لحنة متعددة التصويت يعني في كمية من من أصوات داخل يمين وشمال وطالع ونازل وماشى وهو طالع من وسطها باعتداد باعتداد الصوتي معبر جداً ديناميكي زي ما أنا قد صحيح طيب أستاذ أزهري ما يفوتنا برضو في التاريخ ده لأنه نترحم على فنان الشباب الرحب محمود عبدالعزيز وكثير جداً من النقاد وحتى الفنانيين وحتى الشعرة يربطوا كما بين محمود ومصطفى سيد أحمد أو مصطفى سيد أحمد ومحمود عبدالعزيز روابط وعلايق كثيرة جداً شافوها الناس وحسوها بالتأكيد في يوم زي ده برضو كلمة في حق محمود عبدالعزيز ورحمة 17 يناير الرحمة لمحمود عبدالعزيز بالتأكيد محمود فنان متجاوز نحن دائماً قاعد نقول أنه في ثغافة تغليدية محافظة على وضعها التغليدي في ثغافات خلينا نقول مداخرة الناس ممكن يسموها هابطة وغيرة وفي ثغافات وفي تجارب فنية متجاوزة محمود في تغديري فنان كان متجاوز بتجربته والقبول العالي اللي وجدته ده ما من فرق وهو فنان كان عنده قدرة وعنده روح متمردة على السابت والتغليدي ومتجاوز بحاجاته اللي هو الرحمة والقبول لجمهوره لكل الحوات وليوسرته يعني في 17 يناير رباً يتغبل محمود ويتغبل مصطفى ويتغبل كل الناس الجميع صحيح دارة رجع لحاجة تقبل تكلمتها مدني يمكن لامس مسألة المسرح في الدوحة ما كان بيمر سبوع في الخرطوم في أيام مصطفى وما بيكون مصرح غاعة الصداغة معلن وضاجي بحفل لمصطفى وحتى فكرة المسرح الخارجي دي بدت مع مصطفى لأن المسارح الداخلية ما كانت بتستوعب الجمهور أيضاً فكرة المكتبة الجبطية في الحفلات النهارية البيرتادوها تحديداً تجمعات الطلاب في الفريع في الوقت داك وجامعة السودان وغيرها وانات الضباط ما كانت بتمر في أواخر التمانيات تحديداً هو بيت العرس وبالتالي تقدم نفسها مع المستهلكات في بيت العرس الأطباق والغرورات الفاضية والغنيات أيضاً تجمع في آخر الحب وتترمي إذا ما في مسرح بيرتادو الجمهور وبيقطع التسكرة وبيتكبد عناء السفر والرجوع بدون مواصلات في آخر اليوم ما بتبقى في إيجازة جماهيرية للفنان الجمهور البيجي بيت العرس ما جاي للفنان داي لأسباب مدعددة تاني الجمهور الأساسي هو اللي بيقطع التسكت دو وبيجيك في المسرح ويتحمل أعبار رجوع في أوقات مداخرة ودي يعني عملاء فنانين كبار وجدوا وجدوا حضورهم صحيح طيب أنا في المساحة الأخيرة دي شاكر وسعيد جداً بإنه كنت في حضرتكم ونقلتونا لأسرار وخبايا زي ما وعدنا المشاهد في الأول لإنه خلونا نتفق على إنه يكون في دقيقة وأقل دباكم ساز مدني رسائل في بيريد مصطفى السيد أحمد والله خير رسائل من قطعت نحن يومياً على الهواء مباشرة نحن يومياً مع مشاهداتنا للواقع يعني قاعدين نستنجد نستنجد بهذا الفنان العظيم اللي هو الظل في الظروف والهجير اللي نحن بنعيشه الآن ولما نشوف واقعنا الآن بنفتقده تماماً يعني يعني ما قادرين يعني نحن نعبر غير إنه يعني إنه تركت رسالة عميقة ووصلت للناس وهذه الرسالة الآن هي بتنجز وطن جديد تحية للروح العظيمة شكراً لك شكراً لك شكراً لك أقول لك مصطفى نمني أن في مرقدك فما قمت به من جهد وتعليم لأجيال جاءت من بعدك وشاركت هذا الجهد أيضاً المجاهلين لك ومن سبقوك الآن يعني السمار بتاعته بانت في هذه السورة العظيمة شكراً لك أستاذ الموصل أستاذ الزهري كاميرا عندك أسائل في بريد مصطفى كل الجناو في الحلقة هذه اللي يروح مصطفى صيد أحمد رسالة أخيرة ليه لكن عايزة أوجه رسالة الناس احتادت في 17 يناير يقام احتفال لهذه الذكرى والسلفاب وفي مناطق أخرى الاحتفال في العام ذا الظروف العامة في البلد اللجنة المعنية بالاحتفال بتعلن عن تهجيل للاحتفال مش إلقاه تهجيل لظرف يكون مناسب ومهيّة بشكل أفضل وبالتالي دي رسالة لجمهور مصطفى صيد أحمد المترقب إنه في 17 يناير الاحتفال حيكون في والسلفاب بقول للناس إنه والله الاحتفال ده مؤجل لوقت تاني ولتقبل يعني سودانية 24 هذا اللي علانة المجاني اللي تجيه لحفظ لينا الشرف بتأكيد وأنا ما زلت مصير إنه توجه الرسالة عن طريق الكاميرا في بريد مصطفى صيد أحمد رسالة الأخيرة لبريد مصطفى صيد أحمد بقول لي وكل كلمة قدتها لتستنهض الهمم ولتعلي من غيمة الوعي وصلت وأسمرت وأنتجت فعلا هذه الأرض التي بزرناك فيها تنجيب ألف ألف مصطفى صيد أحمد نم هانئا كل كلمة وكل موقف وكل حال وصلت للناس أسمر وأنتج الحمد لله شكرا كتير الأستاذ أزهري محمد علي الشعر المعروف أتمنى لك دوام الصحة والعافية ونلتقي دائما في الأفراح والليالي الملاح والذكريات الطيبة الثرة شكرا كتير لك شكرا كتير برضو الدكتور الموسيقار الأستاذ يوسف الموصلة دوام الصحة والعافية يا رب شكرا لك شعر الكبير أستاذنا مدني النقلي كل الجمال والحب والتحايا لك ولأسرتك بالتأكيد ولكل أسركم ونتلاقى دائما في الأعياد إن شاء الله أستاذ عمر خليل شكرا لك كتير شكرا عطرت الجواب ذكرت عديد من المساحات النحنية الفنية التي دائما ما زالت في البال وفي الخاطر وتمتد لكل من هم في الداخل وفي الخارج ولهذا المشروع الكبير والفسيح لمصطفى سيد أحمد والذي بعد كل عام وبعد كل جيل نرى مصطفى جديد ونرى أمل جديد ونرى حب وخير خلال هذا المقام وهذا الجمال لمصطفانا كما يحلو لمحبيه ومعجبيه أستاذ عمر أبن ساحة لقيرة عندك ونسمى عندك الختام أنا أذكر بعض وفاطم مصطفى كان فيه كم هائل من الناس كتبت أشعار وليس في الوقت ذاك ما كان في ميديا كان في الصحف يعني أيها فكان في زولة أنا لم أتذكر اسمه كتب كلام جميل جدا شعر يعني أنا دايما قاعد يعني أتذكر يعني قال مصطفى المصطفى من مرمري الأضوائي والطيني المباركة من عيون الشمس والحلم الخرافة شكرا لأنك أهديتنا وطنا بكل مساحة الدنيا وهيدي كان مدخل لقصيدة طويلة لكن حفظت المدخل بتاعته منسيد اسم الزول يعني مع طول الزمن كلامنا أكثر من 26 سنة فنحييه لصاحب الكلمات الجميلة دي يعني صحيح شكرا كتير وتصبحون على ألف خير وعلى واقع أجمل لوطن أكبر وطن خير ديمقراطي ثماني اللحفة السلامة يتمدد صيح يتمدد صيح يا رعاوت العرب الرحل ما لقاكم في المطراني يا رعاوت العرب الرحل ما لقاكم في المطراني في كاوي قجر فاللمحل إن ساساق الغيمة عليكم في كاوي قجر فاللمحل إن ساساق الغيمة عليكم في رقراق الخيمة معاكم في رقراق الخيمة معاكم مددوه شوي بحرجل مددوه شوي بحرجل شوك الشوق للشوف أخي ضارب مضمن النسج الحي شوك الشوق للشوف أخي ضارب مضمن النسج الحي يا ملقاش وحزان شر ودي الفرح اتمدد صيح اتمدد صيح موسيقى 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 الهبات ليه غلب أخواته الفراح عوان الحلّة يرقى العرق اللذوي سباته جان الشدر الأخضر منه ونار الشدر الأخضر جاته العربان جات تسأل منه والغابات راجين جياته العربان جات تسأل منه والغابات تنشي جياته أديناهم عرق وعنبه والصرط يقلب في كتباته نسان طوريته كله نبروله خسطنبوره البنغماته ألف شليل يا نور يفوته شما يجيكي شنينك زاته ألف شليل يا نور يفوته شما يجيكي شنينك زاته ألف شليل يا نور يفوته شما يجيكي شنينك زاته ألف شليل يا نور يفوته شما يجيكي شنينك زاته ألف شليل يا نور يفوته شما يجيكي شنينك زاته يا كلكم في العاطفة دون عاطفة من كان بيسمع مصطفى صنى وهي صوت الطفى ومن كان بيسمع مصطفى حي بيقضيشته وبد كفى شكرا شكرا